وغدرت بعثة حج أسر شهداء الجيش والشرطة وأهالي قرية الرودة بسيناء النهاردة مطار القاهرة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم لأداء فريدة الحج السنادي تقديرا منه لما قدموا من تضحيات وبطولات دفاعا عن وطنهم غدرت بعثة الحج لألف من أسر شهداء القوات المسلحة وشرطة وأهالي شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بقرية الرودة بمدينة بئر العبد في نوفمبر 2017 والذي يأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود باستضافتهم لأداء فريدة الحج لهذا العام تقديرا منه لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعا عن وطنهم وقام السفير أسامى نقلي سفير المملكة العربية السعودية بتوديع الحجاج بمطار القاهرة الدولي مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على تسهيل كافة إجراءات الوصول والمناسك لأسر الشهداء مشيرا إلى أن تلك المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادرات الخير لخادم الحرمين الشريفين وتعتبر تكريما مستحقا لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم وتنفيذا لتوجهات القيادة العامة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن ومراجعة كافة إجراءات الإعداد والتنظيم المتميز لبعثة الحج بدءا من السفر والإقامة التنقلات والإعاش اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية ووسط مشاعر الفرحة التي عمت جنبات مطار القاهرة الدولي قدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية وللقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام مؤكدين أن أرواحهم ودماءهم ستبقى جيلا بعد جيل فداء لمصر وشعبها العظيم يأتي ذلك في إطار عمق العلاقات الرسخة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعبا